اه انت بتتكلمي على التعدد والحور وإحنا لنا ايه؟ لان الله عز وجل يا بنتي يا غي انت ابن القيم قيل على الجنة كلها متع والله بالنفس بهمية رجعوا كده كتاب الكلام ابن القيم في موضوع الجنة كل متع ما يبقى منها من لزة لا تعادلها لزة حتى ان لزات الجنة ومتع الجنة ونعم الجنة بتصغر أمام رؤية واجه الله عز وجل هم ليهم كذا احنا لنا ايه؟ احنا لنا الله والأنس بالله والجلوس مع الله يا دلهنا الناس تشوف ربنا مرة في الجمعة ده لو شفوه يعني لعني مش كل الناس ربنا هيبعت لهم الملايك ولهم ان الله يستزيركم قال فزرون ربنا طالب زيارتكم مش كل الناس اللي في الجنة ناس معينة واللي كان بيأنس من ربنا طب دي يوم الجنة يعني يوم الجمعة طب بقيت الايام مش هنشوف ربنا لا في ناس تشوف ربنا بعدد الايام اللي كانت بتصلي فيها وتقشع في الصلاة وكان يكشف الحجب بينها الله وأكبر فكانت تبقى إنها أمام الله سبحانه وتعالى خشعة في صلاتها طيب في ناس تاني تشوف ربنا في وقت صلاة القيام ففي ناس عندها خمس صلوات وصلاة القيام ووقت الأنس بالله وعندها صلاة الجمعة وفي ناس عادة ما ربنا على طول احنا يا رب الله لزة النظر الحسنة وزيادة لزة النظر رواجي ربنا سبحانه وتعالى هم لهم تعدد ألف مليون سلامة نروح يا ابنة حبيب روح يا ابنة والقلب دعيلك والباب يهو بقى نشوف والحور تيجي تخبط عليه إن لك أهلونا آخرون واحنا نقول له مع السلام روح بقى روح عشان روح مع الحور قال احنا اللي هنقولك مش عارفة إزاي أنا عن نفس مش عارفة قلية الأمر ده إزاي ومش عارفة إحنا كنزاء إزاي يعني نزاء اللي نروح مع واحدة تانية هي في الدنيا كده ولكن في الآخر نزعنا يا هاجر ما في صدورهم من غير إخوانا على صور المتقابلين تمام كده فالأصل إن إحنا بنبقى إيه شايفين لأ إحنا إحنا الأمر الأمر دوت من جوانا خلينا راحت فين؟ راحت فين الصفحة طيب طيب فاهمان يا هاجر عشان بس ما تزعليش فهم لهم إيه؟ أبا لهم منحور وعملوا معرفش إيه؟ لكن إحنا لنا الله عز وجل يا بنتي ولينا الأنس بالله وياهنا وياساعده ليه بقعد مع ربنا الوقت ده كله ماشي يا جورة ما تزعليش بقى